جسمي لدي أمانة من خالقي فمن الأمانة الاهتمام بصحتي صونا لها بوقاية وتحفظ والأخذ بالأسباب عند إصابتي هذا دواء الداء لكن الشفاء هو منة الرحمن ليس بقدرتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي المشاهدين والمشاهدات أرجو من الله أن تكونوا بخير وكما أذكركم وأذكر نفسي أيضا أن ندعو لمرضانا بالشفاء يا رب العاجل لأن لا تتصور كمية المرضى الذين ربما ما عندهم أهل ربما مجهولين ندعي لهم ندعو اللهم أشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين الوحدة بالنسبة اليوم إذا تكلم عن موضوع جدا بأحب أذكر السادة المشاهدين ومشاهدات به أبدا يعني أنا برأي مرض السكري يعني ولا تشبيه يعني مثل مرض السرطان بس بيأخد فترة أطول يخرب الجسم كله مضاعفاته على مستوى الشبكي على مستوى الكلة على مستوى الأعصاب الطرفية على مستوى العضلات يعني يهرم أشن المريض يقتلوا أو المريضة يعني يا جماعة بيعجبني لما بتجيني المريضة بتقول يا دكتور أنا مع السكر ما بدي أبقى عالي على أولادي الله يخليك تثبط لي في السكر وعمل لي أنا أفرح لما يجيني يعني تجيني المريضة تطلب بهالطريقة هاي فلذلك والمشكلة يعني كلمة بخط البياني لما أردوا السكر عم زيد وأيضا عم زيد الخط البياني للمرضى اللي عندهم قابلية يجي لهم السكر فلذلك أنا ما بحب أكرر نفسي بس ولكن اللي بدي أخد فكرة عن مرض السكري يتائر يراجع حلقاتي يكتب يوتيوب اليوتيوب قناة زاد مرض السكري اسمع فيه منه وفيه بعدين السكر والصيام يعني أنا بدي الإنسان فينا يتثقف يتثقف نحن أمة اقرأ اقرأ باسم ربك اللي يزيخ الله بسم الله الرحمن الرحيم ولكن لا نقرأ طب على قال اسمع ويشوف إذا مكسل تفتح كتاب تقرأ بس ثقف نفسك والله لما تثقف نفسك وتعرف ببساطة شديدة ما هو هذا المرض السكر نحن على أكلنا أكييه لما أنا أكل تنزل لأكل ينهضم ينزل للكبد اللي يأخذ المواد السكرية بيحتفظ فيها وبطلع لما يحتاج جسمي طاقة ليدخل السكر للخلية عندي فيه مفتاح المفتاح ما هو الإنسولين يعني أنا لما بيجي الإنسولين وهل مفتح شغال والأفل شغال ما حدا بفتحها الأفل غير الإنسولي فتح الأفل دخل السكر غزاني أولي عضلاتي مشيت تحركت يعني كطاقة ما عدا سبحان الله خلايا الدماغ أكلت السكر يطلع فورا يفيده يعني هاي سبحان الله يعني طبيعي الأطباء والعلم الفيسيولوجي كله تعلمنا هاي الشغلات يعني مؤخرا فلذلك برجع بذكركم عندي أنواع السكر النوع الأولي اللي هو يأتي من عند الأطفال مساكين تمام وهذا هون نتيجة البنكرياس العضو موجود هون بس في ناحية الظهر هون فورا يعني أنا برأي هذا العضو يجب أن نحترمه لأنه هو الذي يتحكم بالسكر ويتحكم به هضم الدهنيات وأيضا لا قدر الله مرضه لما يصاب لا قدر الله بالسرطان يعني من الصعب جدا تشخيصه في المراحل الأولى فلذلك أي إنسان عنده ألم بهالمنطقة أو عم سمع في ظهره أو بصرف النازل عنه السكر أنا عم بحكي بس كاسة قافة طبية أو عم برجع أو حرارة أو شيء يرجع الطبيب قال له يا دكتور طمني على البنكرياس وظائف البنكرياس هيحطينا بين أوسين الآن زادت أمراض البنكرياس باستخدام الإنسولين اللي للتخصيص يعني أحكي ما كلكم صرته بتعرفوا هاي الشيء هذا الأوزون بيك المنجر أنا ما أبدأ أعمل دعاية إلو معروف كله الناس كلها عم تأخدو للتخصيص ولكن بخصص فترة وبعدين المريض بصير شراهته للأكل أكثر يعني كمان وبيعمل التياب بنكرياس يعني أحبت أدخل الآن نحني أحدث ما وصل إليه الطب في السكر وخاصة في موضوع الإنسولينات يعني اللي عنده مشاكل في البنكرياس ممنوع ياخد الإنسولينات هذه للتخصيص اللي عنده مشاكل في الغدة الدرقية ممنوع ياخد هذه الإنسولينات لأني يا لطيف الدخل المريض بأمراض أخطر فلذلك نرجع الموضوع لازم الإنسان يعني أنا ببساطة عندي سمنة طيب يا دكتور إيش أساوي طيب عندي سمنة وسكر طيب أوكي بقال لك شوف بعد صلاة العشاء ما تأكل شيء آسي الشوربة أكل خفيف لبعث ثلاث ساعات ما تنام عمل حمية يا أخي من الساعة اثنين للساعة خمسة دخ تأكل شوية ريس كول ما عندي مشكلة دخ عمل حمية حتقولي يا دكتور طيب الجو حركي بدأ أطلع أمشي وأعمل رياضة قال لك روح على مول أي مول سوبر المولات الكبيرة تمشى فيها يعني قضية يعني الموضوع أنك تمشي أو الرياضة البسيطة هي جدا متوفرة ما عندك حجة كتير عندي من المرضى قل لي يا الله يا دكتور أنا بروب أمشي في لام مكان أنا بروب أمشي في لام مكان أمت بس صدفة بروح يوم جمعة قالت أغير جمعة هم هتمشى بلاي والله كتير من المرضى هم بتمشوا في المولات شيء طيب كويس أنا مع بقول لا بس إنما نحرز دائما على مزولة الرياضة أنواع السكر متما اتفقنا النوع الأولي اللي بيجي لها أقل من 30 سنة وفيه النوع الثاني بيجي بعد 30 سنة وفيه عندي نوع الآن عم بيطلع ما بين 16-17 ل 30 هذا النوع الثاني عم بيطلع بين الشباب ليش بين أوسين عشاء المتأخر الوجبات الجاهزة العصيرات الغازية ما شارب الطاقة يعني عرفنا السبب زائد حرق الأنصاب في لعب الجيمز أو الفيديو جيمز أو الخراب الاجتماعي هذا لوحده رفع لي السكر أيضا صار عند كل الناس يعني يجيين يمرز السكر رامو كم يوم عم بتقيته وادو لا يسكر وارو لك ما لك هدول يا كذا 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 تقولك يا أخي عفوك أنت لن يأتيك من هذا الأمر لا خيرا ولا شرا لماذا الانفعال يا ابن حلال لما تنفعل حيرتفع الكورتزون الكورتزون حيرتفع حيجب لك ضغط حيجب لك يرفع السكر لأن الإنسولين ما بايشتغل كويس بعدين ندعو أنا هدعو تعجبني اللهم اشغل بالاعتباري فكري يعني الله يشغل مخنى بشيء مفيد يا جماعة ما بنى الشيء تافه أروح أزعل عليه وبعدين عنا النوع التاني اللي بيجي السكر ما بعد الـ 30 هاي بس تسكير أنا بكي وفي عندي السكر الحمل يا مدام يا سيدات اللي بتيجي للسكر أثناء الحمل هذا السكر لا يضيع بتعملي حميه من الرز والحله وتراقب السكر يعني لو كل ستة شهور عملي سكر تراكمي السكر التراكمي بالمناسبة ما هو يعطيني فكرة من يوم أخذوا عينة الدم نرجع لأورا تسعين يوم يعني ثلاثة شهور بيعطيني فكرة عن معدل السكر لو بحلل يوميا طيب هل كيف ربنا خيلي الكرة الدم الحمراء بتعيش عنا في الدم مئة وعشرين يوم إذا أنا نحن أخذنا تسعين يوم ثلاثة شهور هيعطيني أكيد مؤشر صح فلذلك يعني تحليل السكر التراكمي بيقول هل العلاج صح هل أنا عندي قابلية للسكر إنما الدقيق اللي هو لازم أحلل قبل الإفطر قبل العشاء وبعد الأكل بساعتين هون هحط نقطة لأني فيه كلام مراقبة السكر يعني بعجبنا الفيديوهات بصراحة جدا ممتاز لو هيك تابعوا معي فيه لأن لما تراقب السكر وكيف نحلل جدا يعني أنت في أمان يا أخي هذا مرض يعني لو تطلعوا بها الحلات كيف أعيش ومعي السكر هذا الفيديو الآن وزارة الصحة وموجود هنا مثلا كيف نستخدم الفريستايل أنا بدأ بدلا ما أعمل كل شوي أشكشك نفسي تمام أطلع أو الشركة اللي اللي جابت التحليل هذا اسمه فريستايل بدحط هون سنسور وبمسك التاليفون وبحطه هيك أريت السكر تكاليفه ما هي كل الألقات غالية أظنشي 200 ريال في الشهر وشركة التأمين عم تدفع جدا سهل أرتابع سكري أنا مثلا قبل الأكل حللت بعمل بعد الأكل بساعتين طلع كزا بكتب جدول أو هو نفسه بعمل لنفسي أنا إيش يعني بعمل جدول جدا سهل وهذا أنا عم نحكي على الأحدث وهذا من أحدث ومتوفر يعني حتى بعض الصيدليات النادي هناك من دوب عم بوزعه بيعود من الساعة الثنين للساعة الستين بوزعه على المجانة بس حبيت يعني أي مريض عنده سكر ممكن يزهاب إلى هذه الصيدلية وياخد مثل ما شايفين هنا الاستيكر حطه ولا البيست ودو أعمل السنسور وحطه بيشتغل وجدا عاملي وجدا يعني يعني سبحانه بدل ما تشخشك نفسك كل شوي يعني فيه كمان طلع معنا كمان هاي هون بالنسبة كيف تعمل لنفسك متابعة عن طريق اللينك هدي مثلا الفريستايل اسمه تمام واحد عنده جهاز من النوع الأديم ما طيب خلص الجهاز القديم وكذا واذا عندك امكانيات تشتري هاي ما عندك او عن طريق شركة التأمين جدا ممتاز وبتابع السكر وان شاء الله بتزبطه وخاصة عند اللي بياخدوا انسولين والله شفته ارتفع ااخد انسولين والله شفته عم بيرتفع بقال والله لطبيبي يا دكتور فعلا انا عم باخد هاي الحبوب مع بتكفيني فلزلك يعني نرجع ما عندك حجة ان تقول والله السكر هدا ما بدي يزبط معي لسه الآن كمان طالعوا طريقة تانية اللي بتعمل مثل اللي بقيس نسبة الاكسجين جهاز يعني مدى دقة في طبيعي هذا مقبولة كمان جهاز حطينه هيك بتحط مثل بشوف نسبة الاكسجين مثل ما بشوف كمان نسبة ضربات القلب وممكن بطريقه اعمل كمان نتيجة السكر يطلع لي كمان بدون ما اشك هاي يعني برجع بقالكم الموضوع يعني الحمد لله في تقدم انا عم بدخل الان رأسا على هالاجهزة تشوفوا ولاني اخدوا فكرة عنها مش غلط ومتل هذا الجهاز هذا الاكسجيميتر بشوف نسبة الاكسجين ومتل هو نفسه عم شوف لي نسبة السكر بدون ما ايه يعني اخد شكة ابره فيه تمام هاي بالنسبة نجيل حتقول لي يا طيب يا دكتور التراكمي هاي هون جهاز البنكرياسي الصناعي هاي هاي جدا جدا هاي مناسبة الان عم بحكي الان هذا الجهاز من احلى ما يمكن هذا اله سنسور بتحط والجهاز بتحط وهو لوحده عم بقيس السكر عندي كل ست ثواني او اذا بعمل العيار اكتر بقيس لي السكر كام وعلى حسب ما بيطلع بيعط الانسولين هذا الجهاز يعني بالنسبة لي يعني البنكرياسي الصناعي من احلى ما يمكن المريض الانسولين حطه هون تحت ومثل ما لك شايف الاخ عم بحلل كل كل بطلع معه بتابع ما له ايه كلهم لا يحلل ولا طبي مع الحمية الغزائية مع الماشي مع كذا بيقدر يتحرك ما عنده مشكلة تمام وبين بيصل السكر حقه تقريبا يعني يعني اربعين الف او او اربعين الف ريال اربع واثنين واربعين او تلاتة واربعين مع المضخة مع السنسور مع الكل شي مثلا والانسولين العادي اللي انا بسه ما بحطه فيه شي من احلى ما يمكن تمام كمان جيد جدا البنك رياس الصناعي يعني اللي عنده البنك رياس بصرق زي العفو السكر بياخد النوع الاول خاصة هذا جدا مريح وكويس وبطلعلي كمان النتائج وهذا الجهاز اللي قلتلكون عليه اللي بالاصبع الاكزوميتر كمان مرة تانية بورجين يا سيد البخريج منشان يساعدني اعرف السكر في اي وقت بدي اياه حتقوللي طيب يا دكتور المصداقية تابعة وبنان اذا اخدت الشك او انسحب الدم تقريبا عم تطلع فوق 95% جيد جدا تمام يبقى فلذلك نحن انا اوصي المرضى اللي عنده التأمين ممكن ياخده على حساب التأمين واللي ما عنده ممكن يشتري ويعملوا بهذه الطريقة هاي مثل ما قلتلكون ياه منشان نحافظ على النوع السكر حكاية الجهز الخراب الاجتماعي ننتبه يا جماعة هالعلاج النهائي ما في علاج هنا ايس سكر ولا شي غير هلا فيه بحكي لكم ربما يكون علاج نهائي بالخلايا الجزعية اللي بتتركها في بوستون تنحط تمام يعني صور ولايات امريكا ست ولايات عم نظام هذا خمسة غير موسوق فيهم بس فقط هذا اللي بوستون اللي اخترع هو عم حط الخلايا الجزعية ترعت البنكرياس وناجحة معه لاني انا اخدت خلايا جزعية من اي مكان بخاف هالخلايا الجزعية تروح تسبب لي ورم خبيث انتبهوا مو روح يقول لكم واحد والله الهند ما بسق في احد ابدا الخلايا الجزعية فقط الموجودة فين في بوستون والله لما يجي على المملكة او هذا منقول والله بقلكم انا بخبركم هذا نفسه الخلايا الجزعية التي تركها في بوستون موجود مثلا حيكون غالبا في التخصص ان شاء الله وتعالى تمام فلزلك نحن نحن منكون هاي مباشرات جدا طيبة بالنسبة للمرضى لنوع الاول من السكر اللي قال انه خلايا الجزعية باذن الله تعالى حتحل هذه المشكلة باذن الله تعالى حتقلي طيب يا دكتور انا بالنسبة اللي يعني عم برجع عم برجع احدث موصل اليه طب لتشخيص ومتابعة علاج السكر و علاج السكر حنبتدي كمان نكمل حديثنا الان شوية ارتفعت اخر كلام اليومها اربعة وعشرين سبعة قالك انه ايه الطبيعي الان للسكر صار من تسعين رفعنا لمية وتلاتين يعني صار عندي تراكمي من خمسة لسبعة فاصل اثنين بدل ستة فاصل ثمانة يعني انا كان عندي بقول اللي اقل من ستة فاصلة خمسة هذا جيد يعني عنده قابلية للسكر بس بسيطة من خمسة فاصلة اربعة لستة فاصلة خمسة قابلية بتينشالي منقول بري ضعابتك لكن الان ارتفعت السيد المخرج عم بقوللي في فاصل وحنعود نستمر والقاكم على خير ان شاء الله مرة تنساني السلام عليكم هناك سورة تقي من الفتن العظيمة وفيها آيات تنفع فيه فتنة الشباب وفتنة المال والزرع وفتنة العلم وفتنة الملك والسلطان والقوة انها سورة الكهف فهي تقي من فتنة الدجال وقصة فتية اصحاب الكهف مهمة في الوقاية من فتنة الشباب وقصة صاحب الجنتين مهمة في الوقاية من فتنة المال وقصة موسى والخضر عليهم السلام تقي من فتنة العلم وقصة ذي القرنين مهمة في الوقاية من فتنة القوة والسلطان من مقاصد النكاح شرع الله النكاح لمقاصد عظيمة منها واحد العفة اثنان والولد ثلاثة والاستمتاع اربعة والمؤانسة والمودة خمسة والسكينة والرحمة ستة تقوية الأواصر بالمصاهرة وتقارب الأسر سبع وحماية المرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استأنف لأنني لدينا ضيق بنرجع بالنسبة ل الآن حكينا على الآخر كلام بالنسبة للسكر التراكمي وفيه شوية ارتفعت شوية النسبة بسيطا لكن يعني آخر توصيات تجمع الأمريكي لأمراض السكر اللي هو الـ ADA اللي هو أكبر تجمع في العالم للسكر هون يبعا بقول لك أنه من سبعة لثمانية عم بعتبره يعني السكر مسيطر عليه إذا عدت تسعة الطبيعي صارت الشبكية مشاكل التهاب في الثاي هون تحليل السكر العادي الجهاز طالع اللي عند أغلب تسعين في المية من الناس عندهم هذا الجهاز كيف أنا بقول هون تحاول تحرك إصبعتك خمس مرات بعدين تعمل مساج خمس مرات بعدين تاخدوا العين مشان يبقى ضغط أضي صح قلنا إذا كان السكر تراكم يفوت تسعة هون عرضة عندي للتهاب الأعصاب الطرفية والشبكية واش بداية الفشل الكلوي والعجز الجنسي يعني يعني لمريض السكر أخي انتبه على نفسك بس هذا اللي بقلك عليه وبين وبحط إشارة استفهام لجب عليك أن تسيطر على السكر مو ما أقول ملق سيطر أنك تأكل بلى هالأكل يا أخي بس أنا يعني برجع بقلك هالنقطة هاي نيجي هنا مثلا اللي عم برشحوا مثلا الف دي اي مثلا هية الغزاء والزوال الأمريكية مشاجعين كتير موضوع الجلوكوفاج وابن عمه بقلك المنجار ونفس الشيء يعني هالأدوية هاي لا بأس فيها من شان هم تساعد على السكر وتخصص أصدي وتخفف الوزن ما هي بالنسبة لهدول بالنسبة الدول المشهور الجلوكوفاج ومشاكله بدنا ننتبه أأمن واحد من أدوية السكر على فكرة بس حبيت أنا أجيب سيرته يعني إذا بدنا السكر ينزل بعد الأكل كان 140 الآن رفعوه لمية وثمانين وخاصة إذا كان السن فوق الخمسين هاي بشارة كويسية طيب بس برجع بقلكم أنا ما زلت مصرع النظام القديم بس إنما هاي يعني بشارة طيبة اللي بعد الأكل بساعتين إنه تكون أقل من مية وثمانين بالنسبة مثلا اللي عصايم مية وثلاثة أقل من مية وثلاثين وإذا نزل يعني على ستة ونص كمان مقبول وبعدين إنه إنه المنظم السكر بيعمل إسهال وغازات في البطن يعني ويسبب نقص فيتامين بي 12 حطينا شوفوا هاي غلوكوفاج ونجي لهنا إش المساعد يعني الموازي إلو من هاي هاي هون الدكتور عم بيشرح كيف عم بحلل السكر وكيف عم بيعطي الإنسولين تمام هاي هاي الأبر كانت الآن الإنسولات أقلام واحدة بتلعب هيك بتطلع عديش كما بتطلع هاي هون نفس الجهاز عم بقيس فورا السكر كام يعني نحن الحمد لله يعني إن شاء الله مريض السكر شوي شوي الأوضاع عنده أفضل إن شاء الله لسه هلأ بكمل بس أنا نيجي هنا الأبر مثل ما قلت لكم في مثل ما قلنا وال 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 والمنجارو وبعدين في عنا الراي بلصص اللي هو نفسه أوزومبيك بس حبوب كمان جيد وفي ترولوسيتي وفكتوزا كمان هدول هدول منسميهم نحن والساكسند الساكسند اللي هي ليرا والسيمة اللي هي الفكتوزا هنا يعني الحمد لله كله متوفر بس بدنا قاعدة يعني أنا هوا بحكي بحكي هذه الابر يستخدمها فقط مريض السكر الذي يرى صعوبة في ضبط سكره هتفيد وينزل وزنه تمام نرجع منكمل نفس الحديث هنا برجع يعني صور الـ ايدي ايه هو تجمع الطبي للسكر قال لك يجب على الطبيب ان يحترم المريض المهتم بصحته ويجب لك جداول محترمة قبل فطور بعد الاكل في ساعتين قبل العشاء بعد العشاء بعد العشاء في ساعتين ويكتب له الجدول هنا مثلا موضوع الانسولينات مثلا للمرض أنا عندي انواع هيك بعطيكم فكرة في انسولين سريع المفعول اللي هو نوفو رابد وهي الابر كانت ناخد لكن الان الاقلام الحمد لله وفرت استخدام هذه الابر وفي عندي الابدرا هي طويل قصير المفعول في عندي طويل المفعول اللي هو مثل ليفومير لانتوس الشغلات هاي باخدها فقط في الليل لتساعد ازبط السكر اللي عندي المعبن اللي هو قصير مع القصير المفعول واضح ما بدي ااخد لو سمحت اي نوع من الحبوب مع الانسولين ما انا باخد انسولين خلص الله مسهل علي اخي ازبط السكر مع الانسولين ارفع الجرعة احلل قبل الفطور قبل غدا قبل العشاء باكل واجبتين اعمل مرتين ثلاث واجبات ثلاث مرات بتحلل بحلل وعلى حسب ما يطلع التحليل في جدول من مية لمية وخمس باخد مثلا خمس وحدات من مية وخمس لميتين ارفع لثمانة او عشرة من مية لميتين من ميتين لميتين وخمس ارفع من ميتين وخمس نفس الشيء بتعمل في المستشفيات لنزبط السكر المريض تمام بعدين منحسب مثلا خلال اسوأ ديش اخد مثلا معاود نقسم له اياها على حسب وزنه على حسب بهذا في نسب تتأزل يعني المحلولة باذن الله تعالى نيجي هنا من رجعت دائما مركز على الاكل على النشاط على المشي على الاكل اللي نضيف جيد وبعدين حطوه هالمرة تعجبت يعني انه من نسب للجراحات البرياتريك سيرجري اللي عم تتعمل من شين انه بصد نفسه عن الاكل وشاهوته للأكل شهيته عمل انه عم بتنفع وفعلا عم بتنفع مرضى كتيرين اللي عنده سكر كتير في ناس لما عملوا هالبرياتريك سيرجري اللي هي التدبيس الماعدة او قص الماعدة او تغيير مجرى الماعدة كلهم الحمد لله السكرون بعدين عم صير كويس وجدو يعني يعني برجع بقلكم منيجي منيجي بال يعني مساء الله مساء بيجيك مريض بلغ يا دكتور انا ما بدي هالقبر هاي عطيني طيب شيء بنعم هالقبر ممكن بديت لك الحبوب حبوب نفس الرايبلسس مثلا نفس الازونبيك تقول يا اخي يا جماعة بلد شكشك حوالك خذ حبوب طيب ما بدك انت هدفك شيء مشان يساعدك تخصص وزنك هاي هذا نحكي فيي نيجي هنا التباشير الاصلي البعدين لا ننسى يا جماعة المضاعفات منظم السكر حكيت عنه ما بياخده الواحد ده تكسر منشرب الماء ده تاكل واجبات نظامية منتظمة ثلاث مرض لانه فيه نوع بصير نوع اسمه اللي هو الارتفاع حمض الليكتك في الدم وبدخل المريض فيه غيبو فيمت علي يعني من كم يوم هذا انا وجوز بنتي الدكتور مروان حالي عم بيشرح لنا يلم هم في غيبوبة عادوا يومين لحتى اكتشفوا انه هي كان المريض ما بيأكل شي بس اخد الان بياخد الادوية مع الانسولين ودخل فيه هذه اللاكتك اسيدوزوز تفهمتوا علي وهي لازم هلا بس حبيت اقلكن لاني فعلا بتطلع بتشوف المريض ما في شي لكن في غيبوبة وحموضة في الدم شديدة ومحتاج ربما اقوحها تاج يخسر كلا كمان بس هاي بحطها ملاحظة لا تنفع عباد الله تمام نجي بالنسبة ل العلاج النوع الاول من السكر جدا مهم فيه طلع نوع من الحبوب اسمه تيزي ليد او الاسم العلمي تبليز ماب هاي حلاوتها انه انا هذا الولد عنده مثلا 200-300 السكر ما هو ال400 بدخل في غيبوبة او كذا النوع الاول من السكر ثبت هذه الحبوب اثبتت الاف دي اي هيط الغزاء والدواء الامريكية انه هذا الحبوب ممكن اعطيها للمريض تصور بعطيها لمدة 14 يوم تقلل لاني هذا اوتوميو لاني ايه مرض في نظام المناعة في الجسم في التهاب المناعي يؤخر التهاب المناعي لخلايا البنكرياس به وهالولد هذا سبحان الله عم جربه 14 بعد 24 اخر له حدوث السكر ثلاث سنين بحث موجود ورسمي وعم بحبيت بس اقالكم عليه بالنسبة ايضا حتقل لي طيب يا دكتور مع السلام بالنسبة غير الانسولينات طلعت الجديدة عم بالساعة تنزل السكر تخاف في الوزن في مثلا في الصين احكي كن في الان الانو فيت سال ثيرابي العلاج العلاج في الخلية نفسها سيل ثيرابي هذا بشارة جدا كويسة اميركا ما ما اترف في هذا الان نحن من كل بستانة بناخد زهرة بحب اعرف كون عليها هاي هنا بالنسبة الانو فيت سيرابي سيرابي هاي بناخد بدون انسولين 11 اسبوع وبعدين بدون علاج حسب وثلاثة وثلاثين شهر نجحت هذه الطريقة هنا كنا منقول ما في علاج نهائي للسكر لكن هلا بعد ما قالوا ما طلع في نظام الانو هذا هذا العلاج بالخلايا يعني ايش عم بساوي العلاج هذا بوقف يعني تدمير خلايا بي بيطلع الانسولين ويعدد نشاط لخلايا بي بتطلع مرة تانية هذا جدا شيء مبشر هذا معلش عم بقول الاخ المخرج في فاصل ونرجع هناك محرمات بالنسب وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وهناك محرمات بالمصاهرة وهن أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الابن وزوجة الأب وهناك محرمات بالرضاع وهن مثل المحرمات بالنسب وهناك محرمات باللعان فلو قذف الزوج زوجته بالزنة ثم لاعنها خمسا ولاعنته خمسا حرمت عليه تحريما مؤبدا ومن المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهن أمهات المؤمنين ولا يجوز نكاح الأم من أسباب الطلاق أن يتزوج من لا يرضاها أو تتزوج من لا ترضاه فالخطوة الأولى لاختيار وهي غاية في الأهمية ومن أسباب ومن أسبابه أيضا جهل كل واحد من الزوجين بالحقوق الشرعية للآخر فينتهكها فتقع العداوة والبغضاء ومن أسبابه تدخل الأهل والأقارب والمعارف تدخلا سلبية ومن أسبابه عدم الرؤية الشرعية قبل العقد ومن أسبابه أيضا المعصية من أحاديهما أو كليهما يعني هدف القناة يعني تنوير المسلمين لأنه نسبة الطلاق نسكترت كثير فجذلك فعلا شيء مفيد ونقوله من استمر بحديثنا نرجع يعني مثل ما قلت لكم فعلا الآن العلاج الذي يعني من أمريكا بوصون أنه زراعة خلايا الجزعية للنوع الأول من السكر وليس الثاني ها انتبهوا النسبة للعلاج الخلية لتطلعنا وتقلل يعني علاج من سميه المناعي للخلية البيتا سيلز مشا ما تتحطام هذا من الصين للنوع الثاني ممكن وللنوع الأول الاثنين يعني موعودين إن شاء الله بأفضل لكن نجي نحكي بيوم خمسة وعشرين سبعة تكيور قال لك الستيم اللي عم طالعوا بيعملوها قال لك خلص هاي فعلا حتيش شفاء كامل لنوع الأول من السكر والصين قلنا للنوع الثاني من السكر المهم نحن منتابعنا كل فترة بحاول أبديت يعني نحن الله في الطب عنا نحن كل شوية أبديت مثلا في علاج السكر آخر ما وصل إليه الطب في علاج الضغط كذا كل أنا هعملكون هالشي إن شاء الله وتعالى كل فترة نجي هنا هنا بالنسبة مثل ما قلت لكم يعني كنا مية وستة وعشرين على سبعة يعني تقريبا التراكمي هذا تفصيلات السكر برجع بعيد التقسيم هاي أحدث القايدلاين يعني طلعيت وبعد الأكل إن أقل من مية وثمانين بدل مية واربعين وبعدين الصيام المتقطع هاد أهم شيء بدك تضع فيها أخي تمسك حوالك مثلا من عشرب الليل ماتك كلها ثاني يوم ساعة اتناش اشرب مي بس اش ما بدك سوائل هاد فعلا الصيام متقطع ثبت إنه يضيع الخلايا السرطانية وخلايا الشيخوخة ويمنع ويزبط السكر أيضا فلذلك أهل تمس يعني أسأل الله إنه الله يهدي مرضى السكر يا أخي امشى على هذا على الصيام المتقطع من عشرة بالليل 11 بالليل ماتك كلها ثاني يوم لساعة تنتين هيصار معي 14-16 ساعة ممتاز يعني أنا بتحيل على السكر مثل ما قلت لكم إذا أتعايش معه لمصلحتي هتقول لي طيبا دكتور إيش الشيء اللي فيه نجي هنا على مثلا الخرداء الورقية الكزبر الخضراء ثبت أنها تنزل السكر الشيح الشيح اللي في المغرب والسودان وليس الشيح في مصر لا الشيح فعلا خلطوا مع الشاي الأخضر الثنين بنزلوا السكر ثبت فعلا هدول أكتر الثنين أنا مثلا بنصح فيهم مرضاي هذا الشاي مثلا الحلبة الترموس كمان بينفع ثبت أزودنا الآن أنه حليب البقر ثبت بنزل السكر تصور حليب البقر تبع المزرع الصح بنزل السكر نيجي هنا الطماطم بنزل السكر التفاح الجريب فروت البرتقال الأفوكاتو الجزر كله بنزل السكر كله اللي طالع معنا هون والجريب فروت مثل ما قلت لكم والرمان والكاوي كله نحن نحاول يا جماعة جيب انت عمال العصي حط حليب وحط فقو أو فراولي أو حط كاوي تفاح التفاح بنزل السكر كله تفاح وموز ما عندي مشكلة أي مريض سكر يا جماعة ننتبه تركوا هالكلام اللي نسمع على الخراب الاجتماعي بدنا نحن ساعد الأفوكاتو تصور من أحلى ما يمكن طلع من أفضل ما يمكن ما فيه سكر صفر ينفع للزاكرة ينفع سبحان الله لجهاز ناسر عند المرأة هو شكله مثل الرحم سبحان الله وبعدين ينزل السكر النواة تبعته تكسرها وحطها بكحول ودهان بعدين تنفع لألام الركب النواة تكسرها وتنقعها في كحول وجدا كويسة وعملها بعدين مثل تسقيه عندنا نجي التوم ثبت التوم أيضا ينزل لي السكر أخلط عمل خلطة لبن خيار توم وزيت زيتون زيت زيتون ينزل لي السكر أي شيء ينفع ينزل السكر أنا أستخدمه سمعني يعني بحاول قدر الإمكان الخيار تصور الخيار والطماطم الجزر هدول شفناه الآن الورقيات الفطر أيضا ينزل السكر يعني هدول كلهم موجودين قدامكم ياريت تتبعوا تأخذوا منها أهم أهم شغلة سربوا الماء يعني ما هو معقول قلت لكم هده عم يشرب الجلوكوفاج ونزل السكر واخدوا هده وما بيشرب ماء دخلنا لازم تشرب ميك يا أخي لازم أقل شيء من 3 إلى 4 لتر يوميا وبعدين خل التفاح الصبح هاي أضيف للكزبرة وللشيح وشاي الأخضر التفاح جداً كويس وأو ماء نحط على شوية ليمون وفي بعدين يعني من الأدواء اللي بساعد الكويسة كمان في الفركيزة وجارديانز والستي والستي ما بدي برؤسماء التجارية ونفكانة كمان جداً كويس وفي غليكزايد اللي طويل المفعول القصير المفعول أو منه غليكزايد خمسة كمان جداً كويس هاي هون مثلاً الفواكه اللي عم بتنزل السكر البرز اللي هي الكرز الكيوي البابايا تمام نحن ناخد شغلات كل هدول نستخدم البطيخ يعني هم بينفعني وما يجيني امساك كمان لأني أغلب مرضى السكر عندون الامساك كل هدول شغلات تنفع يعني عم بحاول أتكلم إن شاء الله طبيعي المشي والرياضة هاي لازم نعمله وحاول إن شاء الله ما أكون نسيت شيء يعني عندي هون اللي أنا بحط مخطط إش أحكي فيه ونرجع همشي عنا مثل ما اتفقنا الحمية وعدم العشاء المتأخر وممنوع اللحوم المصنعة والأغذية الدسمة الطبيعية والفواكل يابسة طبيعية فيك بيعملوا أخواتك هاي هاي يقبوا السكر وننتبه والعصيرات والبطاطا المقلية ما بدنا إياه والمعكرونة في رز طويل هدا أفضل من الرز العادي حطو تخي كلهم من اتنين للساعة خمسة ستة إلا ماتا كله بالليل شي رز تمام شا ما يرفع وفي كمان للسكر مثلا اللي هي حكينا نوع من الابر إذا خلطناهم مع بعض عم نزل السكر مو خلطنا يعني أخذناهم مع بعض وفي نوع من الانسلين اسمه كمان عب بنفع بنزل السكر يعني حاولت الله خصو الكنياء الوقت هذا في عنا اسئلة هل زواج مريض بالسكر مشكلة حقيقية شوفي هي بشرع الله وإجدني صادفة كتير منه يعني إذا كان المريض السكر هو إذا تحسبي حسابك إنه هذا مريض سكر إذا والله ما هو منتظم إذا منتظم في علاج السكر بإذن الله تعالى بسرعة مره خمسين ستين سنين ما بتأذى جهازه التناسلي واضح لكن إذا مسكين مهمل حيجيله لكلا حيجيله عيون وحيتأذى جهازه فزيلك في كتير أنا عندي مرضى من النوع الأول من السكر أو النوع الثاني وما شاء الله ملتزمين وكويسين ويتجوزوا وما عنا مشكلة وكله محلول بالنسبة خالبنا سعودي هل يعاني مريض سكر دائما التهابات البول فتشوف تجيب كاسة فيها سكر وكاسة ما فيها سكر البكتيريا بتجي فيين علي فيها سكر فزيك أنا يا أخي ما أخلي أشرب ماء ماء طول الوقت شفت البول المركز أطلع فيه رغاوي مع أنت فيه تهريب بروتين يعني بدي أنا أسمي أنا أسمي مثلا أمد مثلا أنا عندي سكر استراكم كام قبل الفطور كام بعد الأكل ساعتين كام الكرياتين عندي كام لازم أعرف كل هالأرقام القلب يومين كام تهريب القلب يومين كام في البول هذول لازم أعرف مثل اسمي واضح فحص قاع العين أشوف يعني وتخطيط القلب وضغطي يعني هاي بس ملاحظات نادي من ناس ما هي وصفات الشعبية والعشبين أنا قلت ذكرت الله رضا عليك رجع اسمع الحلق وانا ما بقى في واد الحلق انتهت وصفات صحيح أنا حليب النياق يساعد يعني لم يثبت الكويس للكبد لسرطان الكبد لتلايف الكبد مع البول هذا الجمل جيد لا بأس فيه بعد أحمد مصر هل هناك علاج نهاية قلت لك الان الكلام بقدر بقوله اللي هو خلايا الجزعية ذكرتها في الحلقة للنوع الاول وفي بوستون في السكر وبعدين اللي هو الانوفيت السلسة علاج الخلايا على نظرية المناعة بالصين هذا كمان بقدر بقالك عليه انه انه بطلع في الصين هون آمل من السعودية انه بول متكرر ومقاومة الانسلين يعني مقاومة الانسلين أنا كده عندي قابلية عندي مقاومة الانسلين مرتوعة عندي قابل للسكر بجيني واحد ما ساعملي والله مقاومة الانسلين هو عنده سكر لك يا أخي هو نحمله مش انه انه انتأكد حيجيك سكر ولا لا طب اي قراردي عندك سكر يعني بس مشان ما تضيعوا فلوسكن وشغلات مالا لازمين هاي هون الار 2.3 كتب لي تحقل هاي الامل اخت امل انا السعودي هل نحن ببساطة شديدة بتحليلي قبل الفطور وبعد الفطور بساعتين قبل العشرة وبعد العشرة بساعتين وتراكم هون كل المعطيات اللي بيعت لها بتقول ما عندك سكر ولا عندك قابلية للسكر اطمئني وارتاحي وعملي حمية وماد سلمنا ما حقيقا تمريد العضل النعلية يخفض السكر هاي الموضة الطلاوة بالهادة انا شخصيا عملت كذا كذا ورحت حللت بعض بساعة ما نزلش السكر ولا شي بصراحة يعني عفيق عندي اسئلة تانية ما في ابدا احب هذا الدواء اختم به حلقتي اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير ومغاليقا للشر وبارك لي في معطي تاني وبارك لنا في معطي تانية اللهم اكثر في مالي وولدي واختم اتقدم بالشكر لمدير القناة والستاف والسيد المخرج فعلا جزاهم الله وعنا كل خير ارجو من الله ان تستفيدوا من هذه الحلقة الحلقة القادمة نتكلم عن احدث ما اصل اليه الطب ان شاء الله يوم الاحد القادم في علاج مرض الضغط استدعكم الله على امل لقاء بكم على خير دائما وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جسمي لدي امانة من خالقي فمن الامانة الاهتمام بصحتي صونا لها بوقاية وتحفظ والاخذ بالاسباب عند اصابتي هذا دواء الداء لكن الشفاء هو منة الرحمن ليس بقدرتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة